اشتركوا في القناة والد الشيخ الغزواني تطورا وازدهار لم تشهده في عهد اي حاكم موريتاني سابق كما استبعد مصدر الموقع تؤثر قمة الجزائر مطلع الشهر المقبل بين عبد المجيد تابون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على تطور العلاقات بين نواكشوت والرباطة او ان تحدث تغييرا في ترتيب زيارة متوقعة لعاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس الى موريتانيا وفي سياق تطور العلاقات بين موريتانيا والمملكة رجح الموقع المذكور ان يكون قرار الغاء التأشير بين موريتانيا والمغرب ضمن قائمة مقترحات اللجنة العليا المشتركة في اجتماع قريب الموقع اشار الى اهمية اصدار ذلك القرار في مساعدة الجالية الموريتانية التي تزور المغرب باستمرارا وخاصة من اجل الدراسة او التطبيب او في سياق الاعمال كما اكد الموقع الموريتانيا ان رئيس البلاد ود الغزواني سيقترح على نظيره المغربية مقترح من اجل الغاء التأشير بين البلدين نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء